أكثر من أسبوعين مروا على جريمة الطفلة لين طالب اللي هزت لبنان فما قصتها؟ في الأول من يوليو تموز الجاري أثارت جريمة مروعة راح ضحيتها طفلة في السادسة من العمر غضب عارم في الشارع اللبناني بعد ما توفيت الطفلة لين طالب إثر مرور ثمانية أيام على إقامتها مع أمها في منزل جديها عقب طلاق والديها الأبشع في هاي القصة لين تعرضت للإغتصاب أثناء وجودها في منزل جديها وأكد تقرير طبي أو تقريرين طبيين شرعيين من فصلين تعرض لين لاعتداء جنسي قبيلة وفاتها الناشطون اللبنانيون استنكروا على مواقع التواصل الاجتماعي بطء سير التحقيقات في القضية في قضية لين واستمخاوف من اعتماد لفلفة القضية على الطريقة العشائرية بتسوية سياسية مثل القضايا العديدة المشابهة في السابق بحكم التدخل السياسي المتكرر بالقضاء في لبنان في آخر مستجدات قضية الطفلة لين طالب أفادت معلومات بأنه تم توقيف جد الطفلة الضحية وذلك بعد توقيف والدتها يوم السبت الماضي التطورات الجديدة في قضية لين أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جديد اللي نددوا بالجريمة البشعة كارمين كتبت حول هذه الجريمة بناتنا تحملنا في نعوش واستجور المجتمع والقانون والنساؤنا تضربنا حتى الموت لتسجى في قبور موحشة بقدر ظلم هذه الدنيا ستنشغل بلادنا فترة بهذه القضية ليعود لاحقا سجال الحق في وجود النسوية إلى أن تقتل طفلة أو امرأة أخرى كارين البستاني قالت تم توقيف جدلين طالب من طرف والدتها بعدما أثبتت الأدلة بأنه هو من قام باختصابها ما أدى إلى نزيف حاد سبب وفتها يجب توقيف والدة لين اللي تسترت عن والدها أم محمد غردت وكتبت ليطلع قرار الاتهام نتأكد أبل هيك ما فينا نحكي في الوقت اللي بتتحدث فيه منشورات مواقع التواصل إن الجد متورط تقول المعلومات الأمنية أن الجد في دائرة الشك فقط حتى الآن ولا يمكن استباق القضاء الذي يبحث في القضية وتفيد مصادر بأن التحقيق في القضية معقد نظرا إلى البيئة التي جرت فيها الجريمة وأيضا غياب الدلائل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر